السلام عليكم يا رب تكونوا كويسين وبخير زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو انا جاي بعطر هتكلم عنه وعطر طبعا مماثل لعطر انفكتوس فبالتالي الناس اللي بتفهم في العطور والناس اللي بتجرب عطور كتير اعتقد مش هيعجبهم الفيديو ده لان هما بالنسبة لهم انفكتوس عطر قديم ومستهلك وجربوا قبل كده ولكن الفئة من الناس اللي عايزة عطر تكون ريحت وجميلة بتجيب اطراعات كتيرة من النساء اعتقد الفيديو ده هيكون مناسب جدا ليكم طبعا انفكتوس هو عطر مشهور حتى الناس اللي مش عندها خبرة كتيرة في العطور قد تكون سمعت عنه عطر فريش سويتي رحت وجميلة جدا اول ما نزل كان مكسر الدنيا بيجيب اطراعات كتير جدا النساء بيحبوه قوي اول سعره في رينجل 250 ريال يعني تقدر تقول من 60 ل 70 دولار تقريبا اه فانا جبت لكم عطر العطر ده من شركة اسمها افاند جوردن اعتقد مش هتلاقوه اونلاين ولكن بالنسبة للناس اللي عايشة في دول الخليج سهل ان هما يلاقوا العطر ده طيب العطر ده الجميل في ايه بقى الجميل فيه انك انت يعني غالبا العطور اللي بتكون اه كلونز العطور تانية بتلاقي فروق مثلا في ان فيه كحول في البداية او بتلاقي مثلا العطر اول 5 دقايق او 10 دقايق نسبة التطابق 80-90% بس وبعدين بتبدأ الريحة اتعرب اه بعد فترة هنا العطر ده الكلمة الوحيدة اللي هي اقدر ان انا اعبر بيها عنه ان هو متماسل متماسل مع ان فيكتوس يعني هو تيبيكل من اول ما بترشه حتى لما بيعدي مثلا 10 دقايق بتلاقي ان مرحلة الدرايداون بتاعتهم متماسلة اه بعد نص ساعة لما الريحة بتهدى خالص وبندخل في الطبقة الاخيرة من النيوتات بتلاقي الريحة متماسلة يعني من اول ما بتشمه من اول ما بتشمه هو لسه فرش لغاية ما بيهدى وبعدين النيوتات اللي سويتي بتظهر فيه بالزبط بالزبط هو ان فيكتوس اه انا ما عرفش النيوتات بتاعته ولكن انا لو رشيت الاتنين كل واحد على ايد وانا ما عرفش هو ان فيكتوس على اليد اليمين او الشمال وافانتو جاردن على اليد اليمين او الشمال مستحيل اعرف اي واحد فيهم ان فيكتوس واي واحد فيهم افانتو جاردن اه انا يعني شوف انا الامثالة والعطور مش هقدر اعرفها هو ده نسبة التشابه اللي ما بينهم لذلك انا بسميها تناسل مش تشابه لان هما فعلا تقدر تقول ان هما تبكي الجميل في العطر ان هو الريحة بتاعته زي ما قلتلك جميلة جدا هتجيب اطرقاط سعره حوالي 90 ريال يعني ارخص بفرق كبير من ان فيكتوس ويعني تقدر تقول ان هو من 25 مثلا 25 دولار تقريبا لو هنحولها للدولار تقريبا يعني اه وكمان اه سباته كويس جدا يعني اه 8 ساعات اه سبات فواحان حوالي ساعتين فبجد اطرق لو قدرت انك انت تلاقيه هيبقى كويس اه طبعا انا موجود هنا في قطر فالعطور دي اعتقد القطر السعودية الامارات اعتقد ان الدول الخليدي كلها هتلاقي يعني كل المنتجات دي بتنزل عندهم مع بعض هو اه انت لو شفت هو ميد ان فرانس تمام بس انا بتوقع ان هو زي ارماف كده وزي افنان اللي هو انت لما تشوف البوكس بتلاقي ان هو ميد ان فرانس ولكن هو اه بيبقى ليهم خط انتاج او هما هو الشركة نفسها ممكن تكون في الامارات انا مش متأكد ولكن انا بتوقع ان هو ممكن يكون في الامارات ولكن ليه خط انتاج ميد ان فرانس بس فعطر جميل فريش سويتي هيجيب اطراءات كتيرة من النساء الناس اللي هما بيحبوا المجاملات والاطراءات هيجيبهم جدا ولو انت ليك انت كمان هو راحته جميلة راحته تحفة وسعره كويس وصابته حاجة حبيت اقول لكم فكرة كون يعني مختلفة شوان ما فيش حد كتير دلوقتي بتكلم عن الفكتوس فليه احنا ما نرجعش نتكلم عن العطور القديمة الحلوة اللي الناس بتحبها تمام فان شاء الله الفيديو يعجبكم واشوفكم قريب ان شاء الله